نشاط غير طبيعي بالنسبة للتحديثات المحسنة والتحديثات الغير محسنة نشاط غير متوقع من شاومي بخصوص التحديثات بل أنه نشاط المفروض كان من سابق هذا النشاط الآن الموجود يكون موجود في السابق وصول تحديثات كثيرة والتحديثات هذه الكثيرة مشكلة سوى محسنة أو غير محسنة فخلينا نشوف هل جهازك اللي انت بتملكه يحتاج أو يملك أو بده يجيله التحديث المحسن تابع الفيديو وتعرف كل شيء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلكوا كل جديد وخلينا نروح إلى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم إن شاء الله في خلال هذا الفيديو بدنا نتطرق للتحديثات بشكل متعمق شوي ليش؟ لأنه بدنا نعرف الأجهزة اللي معنا اللي إحنا من ملكها إيش اللي اطلقى منها وإيش اللي مطلقش منها وإيش اللي بدوش يطلقى وهكذا نيجي نبدأ على بركة الله نشوف إيش التحديثات اللي وصلت إيش اللي وصل وإيش اللي بدي يوصل وإيش اللي بديوش يوصل خلين نيجي نشوف على بركة الله أول حاجة المينو تن لايت التركي المينو تن لايت التركي أجد تأخذ تحديث 12.5.3 على أندرويد 11 الكفر الروم والOTA الآن في عندي أنا شغل اللي بدأقولها طبعا هذا التحديث اللي أنا بحك عنه اللي هو تحديث عادي مش تحديث يعني محسن وهو تحديث إصلاحات ش in the Aών هذه الإصلاحات كلها تحديد إصلاحات في بصمة الوجه، إصلاحات في بصمة الإصبع، إصلاحات في الذاكرة، إصلاحات في كل شيء بالنسبة للمي نوت تين لايت التركي فكل واحد يجب أن نزله هذا التحديس، تحديس مهم جداً وهذا التحديس الآن أيه متاح وتقدر تنزل هناك شيء ما تقوله الآن لدينا الردمي 9 والردمي نوت 9 الردمي 9 والردمي نوت 9 أخذوا التحديس محسن اللي هو الردمي 9 أخذ 12.5.3 والردمي نوت 9 أخذ 12.5.3 وأنا عملت مراجعة كاملة على 12.5.3 على الردمي 9 فبالتالي تقدر تشوف الفيديو وحط لكها في العلامة البيضاء الردمي 9 تحديس محسن رائع 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 لا يوجد مشاكل وأي واحد يقول في مشاكل يعني بندلحك في البربيش دغر مباشرة، ليش؟ لأنه التحديس بيكون عنده جهاز فيه يمكن تطبيق عمل له مشكلة حاجة عمل له مشكلة إذا عندك مشاكل في الردمي 9 جيرسكوب سيبك منه جيرسكوب هم صنعوا هيك يعني تقول الجيرسكوب بدي يصير طيارة بيصير اسطيارة بيضله زي ما هو الموجود عندك هيضله في التحديس هيضله زي ما هو تحسينه مش هيتحسن لأنه هذا هاردوير جيرسكوب عفشو جيرسكوب يعني هذا موجود في الهاردوير فبالتالي التحديس ممتاز جدا جدا بالنسبة للردمي 9 النوت 9 أنا بجربه لسه مش عارف لسه بجربه وبش رايات خير إن شاء الله لأنه النوت 9 بخوف شوي لأنه مشاكله كتير والتحديس النوت 9 إصلاحات كبيرة إصلاحات يعني أول مرة شو يصلاحات بهالشكل نوينه ضبطه على آخر شكلهم عندنا البوكو إكستري الأن أفسي البوكو الإكستري الأن أفسي أجاله تحديس 12.5.3 للأوروبي بالمناسبة هذا التحديس للمسجلين البوكو إكستري برو والبوكو إكستري الأن أفسي هيأخذوا التحديس المحسن لا تقلقوا لا تقلقوا الميتين لايت الأوروبي أخذ تحديس جديد 12.5.5 على أندرويد 11 راكافر الروم والأوتي 12.5.2 الميتين لايت الأوروبي 12.5.5 هايوه ومواصفات هذا التحديس إيش هو أبديت أندرويد يعني تحديس أمان لشهر سبتمبر 2021 تمام تمام لوز اللوز وفي عنده هنا فيديو هذا الفيديو أمامك اللي هو طريقة تنزيل التحديس المحسن لجميع الهواتف طبعا بتقدر تشوفه عشان تتعرف كيف التحديس المحسن بينزل عندك وتنزل التحديس المحسن وهنا عنا 22 جهاز من اللي هو رلمي هيخذ أندرويد 12 خلال الأشهر القليلة القادمة وبابجي نيوستيت إذا حابت نزل تسجل تسجيل مبكر للبابجي نيوستيت لأن هذه اللعبة الآن ستصبح متاحة إن شاء الله في حداش حداش وأي واحد أجاله تحديس أو ما جاله تحديس إذا جاله تحديس الردمي 9 وأجاله تحديس النوت 9 المحسن نزلوا نزلوا واللي ما نزلوا واللي مش عارف ينزلوا واللي ما وصلوا هاي الفيديو أمامك موجود بتقدر تنزلوا حط لك الآن في العالم البيضاء اللي هو كيف تنزل وإن شاء الله يمكنه حط لك إياه في صندوق الوصف تحت اللي هو طريقة تنزيل تحديس المحسن للريدمي 9 والريدمي 9 الإصدار العالمي وهي عندنا الروابط تقدر تنزلهم من الآن الريدمي 10 برايم الريدمي 10 برايم قاله وهو الريدمي 10 العادي الريدمي 10 برايم بيقولوله في الهند الريدمي 10 برايم هذا الجهاز الجديد انتو عارفينه نزل له تحديس جديد وهو برقم 12.5.3 الهندي وهو عبارة عن تحديس أمان لشهر سبتمبر 2021 لزيادة أمان النظام ورقمه زي ما حكينا 12.5.3 بنوعين ركافر الروم والأوتي بيكون 12.5.2 الريدمي 8 الأوروبي أجعله تحديس جديد والآن أصبح مستقر للجميع الريدمي 8 الأوروبي أصبح مستقر للجميع 12.0.4 طبعا التحديس الأندرويد هذا اللي حتى الآن ما وصلهش 12.5 حتى الآن عشان تعرفه الأوروبي 12.0.4 والتحديس اللي واصل عبارة عن تحديس أمان لشهر جولاي 2021 لزيادة استقرار النظام على أندرويد 11 زي ما انتو شايفين ووتي 12.0.3 بصير 12.04 واللي مع أوروبي بيكون التحديس هذا ووصله والجموس ووصله هاي الرابط موجود موجود الرابط الريدمي نوت 8 العالمي 8 هو نفس التمني يعني بس سموه 8 نفس المواصفات بختلف شوال إشي نفس الإشي العالمي 12.0.2 على أندرويد طبعا 11 وتحديس أمان لشهر أكتوبر 2021 ونوع التحديس واحد نوع ركافر الروم يعني بتكون حجمه 2 جيجا واشي تقريبا البوككستري برو هو الإصدار الروسي أجيله تحديس جديد 12.5.4 على أندرويد 11 وهو عبارة عن تحديس أمان لشهر أغسط 2021 ونوع التحديس اوت اي 12.5.3 و 12.5.4 الركافر روم البوككستري برو الأوروبي 12.5.3 يعني البوككستري برو الأوروبي أخر تحديس هاي 12.5.3 طبعا مش محسن مش محسن مش محسن لكن هيخذ المحسن المحسن دائما بيجي معه اللي هو توسيع الذاكرة اللي ملاحظوا أنا أنه على الـ 128 بيجي 2 جيجا على الـ 256 بيجي 3 جيجا على الـ 64 بيجي 1 جيجا على الـ 32 حكولي الإخوان بيقولهم نص جيجا يعني الجسمين الجسمة بالزبط بالعدل بس الـ 256 مش عارف 3 جيجا المفروض يكون 4 جيجا لكن المفروض 3 جيجا وهي 256 خليني نشوف الـ 256 الجهاز المعاي أنا هنتأكد بلاش أظلم هايو البوكو F3 3 جيجا وهو 256 ومبروك للريدمينو الثمانية الأندونيسي أجعله تحديث 12.0.1 على أندرويد 11 يعني مبروك للأندونيسي أجعله أندرويد 11 كان على أندرويد 10 صار على أندرويد 11 برقم 12.0.1 طبعا في ناس بيقولك أن التحديث عندك كان 12.0.6 صار 12.0.1 طبعا هو من نزل ليش نزل لأنه كان أندرويد 10 وصار أندرويد 11 لا تقلق لا تقلق التحديث هذا عبارة عن زي تحديث أمان شهر أكتوبر 2021 ونوع التحديث ركافرروم بالنسبة لريدمينو الثمانية الأندونيسي الريدمينو الثمانية تي قبل لا تفحد القناة عن العالمي الآن الروسي 12.0.1 أجعله أندرويد 11 الإصدار الروسي الريدمي تمانية تي مبروك برضو اللي هو لجهاز الريدمينو الثمانية تي الإصدار الروسي ونوعه ركافرروم الميميكس فولد الإصدار الصيني لأول مرة صدر له هيو 12.5 على أندرويد 11 وهو عبارة عن أداء النظام الأمثل وتحسين أمان النظام لهولا المي ميكس فولد الإصدار الصيني على 12.5.1 على أندرويد 11 ونوع التحديث ركافر الروم والأوتو إي بيكون 12.0.21.0 يعني 21 إحنا في ناس بيقول لفوصلوا 17 في البوكو ولهو في الريدمي وعندهم 21 يعني الأرقام لا تعني شيئا هذا الأرقام لا تعني شيئا ليش؟ اللي بيحني شيئا اللي هو الاستهلاك الشغل الشغل تستخدم الجهاز هل الجهاز سلس مش سلس إيش وضع؟ اليوم بدأ خليك تشوف هل الجهازك على آخر تحديث ولا لا خلينا نشوف هل الجهازك اللي انت تملكه نشوف بعض الأجهزة هل الجهازك على آخر تحديث ولا لا لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة يا أخ يا حبيبي اللي قاعد على اللي هو الموبايل اللي بتتفرج عليه لأنه انت زي ما حطيتش لايك غيرك مش هشوفني عشان غيرك يشوفني لازم يكون اللايكات كتير عشان غيرك يشوفني هيك الخوارزمية معروفة الريدمي نوت 8 عنا فيه منه 6 إصدارات الـ 6 إصدارات تحديثاتهم كالتالية عشان تشوف جهازك منهم ولا العالمي 12.0.2 على أندرويد 11 الصيني 12.5.3 على أندرويد 11 الاندونيسي 12.0.1 على أندرويد 11 والهندي 12.0.2 على أندرويد 10 يويلة عليك هندي الأوروبي 12.0.4 على أندرويد 11 والروسي 12.0.2 على أندرويد 10 يويلة على الهندي وعلى الروسي تحديثاتهم لحتى الآن على أندرويد 10 علشان تشوفوا ما تزعروش الآن الريدمي 9 الريدمي 9 أخد الإصدار المحسن في النسخة العالمية والإيش المضحك أنه الريدمي 9 الصيني ما أخدش المحسن العالم أخد محسن ومستغرب أنا الصيني مش ما أخد محسن الصين 12.5.1 طبعا كلهم على أندرويد 11 العالم 12.5.3 الروس 12.5.1 والأوروب 12.5.1 والأندونيس 12.5.1 والهندي 12.5.1 والترك 12.5.1 البوكوكستري الأنفسي الأوروب 12.5.3.1 ليش هذا ليش أخد فيه منه تجربة 12.5.3.1 والمستقر 12.5.2 الهندي 12.5.2 الروس 12.5.1 الأندوديس 12.5.1 التركي 12.5.1 كلهم على أندرويد 11 والهندي له إصدار 12.5.3 اللي هو تجريبي لحتى الآن لسه هيصير بعد هذا البوكوكستري برو طبعاً الجهاز البوكوكستري برو قلنا البوكوكستري هيصاله محسن والريدم التسعة والريدم التسعة ووصله وفيه أجهزة يعني أغلب الأجهزة هيصالها محسن النوت 7 لا يوجد أخبار مؤكدة لحتى الآن البوكوكستري برو الأوروب 12.5.3 العالم 12.5.5 التايوان 12.5.2 الهندي 12.5.4 الترك 12.5.2 الأندونيس 12.5.4 الروسي 12.5.4 وكلهم على أندرويد 11 البوكو أمتري هيخذ محسن الأوروبي أخذ 12.5 وأخذ أندرويد 11 عندنا الأوروب زي ما أنتم شايفين 12.5.2 على أندرويد 11 وعندنا العالم لسه 12.0.1 على أندرويد 10 الروسي 12.0.8 على أندرويد 10 الهندي 12.0.7 على أندرويد 10 والتركي 12.0.7 على أندرويد 10 والواحد ريجونيشيف 12.0.9 على أندرويد 10 الاندونيسي والتيواني 12.0.5 اندرويد 10 هدول كلهم اندرويد ما عادة اللي هو الاوروبي اللي اخد تحديث اللي هو 12.5 مع اندرويد 11 الريدمي نوت 9 برو الريدمي نوت 9 برو هذا الاصدار العالمي عالق عافشو عالق واقف ما وصلوش لحتى الان 12.5 يعني كل الاجهزة هو وكمان اصدار مش واصلهم عنا اللي هو الاوروبي اجاله 12.5.1 على اندرويد 11 العالمي 12.0.4 على اندرويد 11 اللي عنا هذا العالمي العالمي 12.5 هيصلوا وهيصلوا محسن لا تقلقوا ولا تقلقوا عد على ايدك على اصابع ايدك كم من يوم بس هتلاقي ينزل للمسجلين عد على اصابيع كم من يوم ان شاء الله بينزل للمسجلين وهيكون عندك الاندونيس 12.5.1 عندرويد 11 الروس 12.5.1 عندرويد 11 التيون 12.0.4 على اندرويد 10 التيونتز يعني هم اكثر من هم اللي بشوف هم غيره بتهون عليه مصيبته او بتشوفه مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته فالتركية 12.5.1 عندرويد 11 ننتظر الريدمي نوت 9 برو ضيل علينا الريدمي نوت 8 برو الريدمي نوت 8 برو تحديثاته وصلت لكن المحسن مش وصله هيصل ان شاء الله محسن مع توسيع الذاكرة العالم 12.5.3 الصين 12.5.2 الاندونيس 12.5.3 الاوروب 12.5.3 الروس 12.5.2 الهندي 12.5.3 وفيه له تحديث كمان هيجي لانه الان فيه له تحديث للمي بايلوت لسه ما نزلش فبالتالي هذي التحديثات الاخيرة بيك تقريبا اوجزنا قد ما نقدر وهنعمل كمان فيديو على اجهزة تانية لانه فيه اجهزة للتصادية احنا ما عطناهاش حقها للريدمي 9C وال9A وال9I ان شاء الله هذا كله هنعمله كمان فيديوهات لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس بتمنى ان شاء الله كنت استفدته وكون كل واحد عارف ايش تحديثه ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام